واذن مؤذن ايا ايها الثلاث انكم موقوفون متهمون فمحبوسون بتهم المؤامرة ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش وكان السجن الاحتياطي العسكري مصير محمد مديان قائد المخابرات الاسبق طرطاك بشير منصق المصالح الامنية والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس مستشاره الشخصي ثلاث مفتئ يتأمر ويخطط حسب الشهادات لادخال البلاد والعباد في نفق مظلم نظر اطماع في التسلط باسم الجمهورية على دولي بالحكم ليعيثوا فسادا فوق الفساد الذي تسببوا فيه طيلة عقدين من الزمن بالمحكمة العسكرية بالبوليدا الوكيل العسكري للجمهورية يدين المتهمين الثلاث وفقا للأحكام مائتين واربعة وثمانين من قانون القذاء العسكري والسبعة والسبعون والثامنة والسبعون من قانون العقوبات والتي تنص على المعاقبة بالسجن مع الاشغال من خمس الى عشر سنوات ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة فيقضي المتهم بعقوبة الاعدام في زمن ليس بالبعيد هل ائتمنا من قال يوما سيجر الى الحبس ثلاث ممن ارتبط مصير الجزائر بهم بقراراتهم واهوائهم غير ان الباطل دحر وحصحص الحق